موسيقى متابعي سباتشت ومتابعي برنامج وجهة نظر برحب فيكم بهذه الحلقة وضيفة اليوم في هذا اللقاء رئيسة مؤسسة بيروت انستيوت العالمية راغدة درغام أهلا وسهلا فيك ستراغدة معنا عبر سباتشت شكرا مواضيع عديدة رح نحكيها في هذا اللقاء ولكن البداية من تاريخ 7 أكتوبر إذا أردنا أن نحكم بطريقة موضوعية وإذا نحكم على النتيجة من بعد 70 يوم من القتال المستمر من المنتصر في هذه المعركة إسرائيل؟ بكير تقولي من منتصر ومن عسكرية لربما هلأ إسرائيل تحقق انتصارات على الأرض عسكرية طبعا في مقاومة من مواجهة من كتاب القسام بس الخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني المدني اللي عم بيتهجر قصرا على أياد إسرائيل اللي هي عنده برنامج تهجير قصري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء هيدا عم بتنفزوا على الأرض أحيي المنطقة الشمالية الفضية تعملوها ملعب فوتبول وطبعا الله يساعد الأهالي اللي راحوا الله يرحم العشرين ألف صاروا تقريبا اللي راحوا به القصة فأنا بلاقي إنه إسرائيل خسراني طبعا بالرأي العام العالمي بس على الأرض بتعتبر حالة إنه صارت غزة بإيدا تقريبا عم تفرد الأمر الواقع مش قادرين علي حتى الأمر كان مش قادرين عليهم لحكومة الحرب الإسرائيلية من تعنتهم وعني إصرارهم على الانتقام من 7 أكتوبر أصرارهم على عدم خسارة الحرب على حماس وأصرارهم على إنه عندهم هنة تفويت شعبي إسرائيلي ومفروض نظبوط الشعب الإسرائيلي معهم لهذا الحكومة المتطرفة بقيادة نتانياهو بس عم بقولوا إنه نحن اللي صار معهم ب7 أكتوبر ما بيقدر يسكتوا عنه بدون يكملوا خوفي أنا إنه إذا انتصروا بالتهجير القصري من غزة إلى السيناء بعدين بيجي بوقتهم بقولوا هون ليش لأ ما بنعمل بهجير قصري من الضفة الغربية للأردن لأنه هنة تتول عمرهم بيسموه الوطن البديل في ناس بتقلك إنه لأ ما الربحان هو حماس لأنه فضحت الضعف الإسرائيلي وبقولوا كمانا إنه يعني طالما الهدف الإسرائيلي لم يتحقق بعد وما قدرت تحصل على ولا قائد من قيادية حماس يعني طولة وفرضت النصر تبعها بقدرتها على الصمود مقابل كل هذا الجيش الجرار إنه هيدا بجهة نصر أنا مني موافقة عليها لأنه هيدا الصمود بعدا عم بيعملوا مقايضات بعدا إنه الحماس والموساد بيضلوا كل يوم بيعملوا مقايضة مع بعضهم بينما يعني بنهاية المطاف في مشكلة إنه الحماس بتلبي الإسرائيلي طول عمرة الإسرائيلي بيلاقي بحماس وسيلة لتلبية غياته إن كان بالمباشر أو بتذريعة بينما فعلا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هو طبعا المعترف به دوليا يعني بالمحافر الدولية هو السلطة الفلسطينية واللي بتؤمن بحل الدولتين القاسم المشترك بين نتانياهو وحماس إنه تنالتهم لا يؤمنون بحل الدولتين لماذا يريدون حل الدولتين؟ لأنه أخدوا موقف يعني جددوا أو أوضحوا بنية من نتانياهو لأنه طول عمرة الإسرائيليين عم بيكذبوا علينا ما كذبوا طول عمرة بيقولوا أردن هو الوطن البديل للفلسطينيين هيك بيقولوا إحنا قالوا لا في حل الدولتين بالعكس لمصلحتكم بيتحكوا ضحكوا علينا وحاولوا أو تظاهروا إنه بيقبلوا فيها ما رفضوا رفض قاطع بس إجا نتانياهو حقيقة على القليلة وضع النقاط على الحروف وأوضحوا الأمور قالوا لا أصلوا لبقريت والعفريت يعني معناته ما بدوا حل الدولتين وحماس دايما طول عمرة ما بده حل الدولتين بدت طبعا الموقف الرسمي وهو تحرير كل فلسطين مش حل الدولتين برأيك ستمتد هذه الحرب وستطول أكتر في البعض بيقول إنه من هلأ أنا ثلاث أسابيع وأسبوعين قبل رأس السنة ومن بعدها منحكي بمرحلة جديدة والإسرائيلي سيفترس كل ما تبقى من غزة هو الإفتراس الإسرائيلي لغزة مكملين فيه يعني بالهمجية بالإبادة بكل الطرق المرفوضة عالميا يعني كل العالم عم بيندد وعم بدين طريق أداء الحرب الإسرائيلية بس مش فرقاني معهم لأنهم يعني عم بينفذر بالدونية لأنهم بيعتبروا إنه هيدا حق الدفاع على النفس معهم طبعا الأسلحة معهم التطور وبيعفوا ما رح حدا يفرض عليهم عقوبات جدية يعني لا روسية ولا الصين ولا أمريكا ولا أوروبا أداء بدين طول الحرب ما بعرف بس إنه ما بفتكرة بتخلص بهالجمعتين ثلاثة المرحلة الكبيرة مننا يمكن تخلص بهالجمعتين ثلاثة ما بعرف بس يمكن يكون في ترتيبات إنه الإنقاذ ما تبقى من غزة يكون في ترتيبات على أي شكل هذا هي الترتيبات؟ بمعنى حماس مش ممكن تكون هي المنتصرة في غزة يعني إذا قيادات حماس مع الأطراف الدولية والعربية المعنية مع الإسرائيلية لقوا طريقة طالما أنه قيادات حماس موجودة بالأنفاق ولا محلة التانية الإسرائيلي ما رح يوقف للأسف مش رح يوقف بفتك المدنيين يحكى عن المفاجآت التي تحضرها والتي خبقتها حركة حماس إلى وقت مناسب بتلاقي إنه لازم نحن هلأ نطلع المفاجآت وين المفاجآت؟ ويحكى عن مفاجآت تحت الأنفاق وما أدراكي ما في تحت أنفاق غزة معروف شو في تحت الأنفاق عامدين إنه طول عمرهم عامدين مش معقولة بالأنفاق مش تحت الأنفاق داخل الأنفاق بالأنفاق في عاملين إشياء مدينة داخل المدينة بس طبعا هيد الأنفاق وين بتكون؟ تحت المدارس وتحت المستشفيات وتحت البيوت إذا الإسرائيل عم بيفجر هالدني كلها حتى يفجر الأنفاق أكيد في إيدانة للإسرائيلي بس كمان في إيدانة لحماس إنه كمان في استخدام المدنيين بالحارب كمان يعني في إذا بدك تروحي على المحكمة الجنائية الدولية يحكمون عليها يعني بالنهاية المطاف يمكن يكون اتنين مدنيين لأنه في استخدام للمدنيين ضد القوانين الدولية ضد ضمير الدولي لأنه في استخدام متعمد للمدنيين إذا بدأ الرعا أنا وحضرتك لتاريخ 7 أكتوبر عندما نفذت بعض يعني من حركة حماس الهجوم على غلاف غزة هل فينا نقول إنه النصري اللي عملته حركة حماس بـ 7 أكتوبر؟ شوفي أنا بتجنب هيد الأمور أنا برأيي كان طبعا انبهرت العالم كلها بهالإنجاز لأنه يوفي الفلسطينية طلع منهم هيك أشياء عامة البطوضية هيدة بتكون للإسرائيلية مش للعرب مش للفلسطينية مغامرات مدروسة أحد القادة قادة حماس قالها بفتكر كان مش إسماعيل هنية ما بعرف أحد قادة حماس قال مغامراتنا كانت مدروسة طيب مدروسة لحتى تطلع شو؟ وين لحنا؟ مدروسة لحتى تفضح الإسرائيلي فضحناه يعني بصوري بالمشاب رح يلعن أبوه الإسرائيلي بس شو طلع لنا الفلسطيني عالأرض؟ قطاع غزة أصبح مدمر بالكامل أكتر من عشرين ألف شهيد ومفقود؟ يعني إنه وبعدين شو؟ من كل عقلك إنه الإسرائيلي حيخليهم يرجعوا على الشمال غزة بدوا يبلعها يمكن هو كمان هيد من الإشياء كان بدوا إياها بدوا ذريعة تحتها ياخدها لأنه في الإسرائيلي عندك شط بياخد العائل يعين بيعمل فيه استثمارات بس كمان فيه مرافق فيه بشاريع طويلة عريضة لدى الإسرائيلي ليش لحتى أي طرف فلسطيني يعطي الإسرائيلي الذريعة بها الطريقة؟ مش مقبول هلأ المفروض إنه يعني الأبدكتر تقليلي فيه ناس بتكون عم تسمع لي بتقول طيب شهيدولي جماعة فتحة بالسلطة الفلسطينية؟ شو عملت من أجل الفلسطينية وشو يعني الإسرائيلي ما تراجع مظبوط تريد مقاومة سلمية كمان السلطة الفلسطينية؟ السلطة الفلسطينية بالمقاومة السلمية اللي عندها إياها ما زال فيه وجود فلسطيني بالضف الغربي رغم أنف الإسرائيلي اللي هو بدوا يعمل له طريقة حتى يبعدون يهجرون خسرا حتى يهجر بدوا ذريعة يهجر الفلسطيني داخل إسرائيل يعني عنده قنبلة موقوطة اللي اسمها القنبلة الديمغرافية فإذن فيه وجود للسلطة الفلسطينية اعتراف دولي فيها فيه بتروحي على الأمم المتحدة فيه بلاك مكتوب عليه فلسطين فيه يعني طبعا فيه قصير كبير فيه أخطاء كبيرة من قبل السلطة الفلسطينية ما تفكري أنه أنا أعطيهم يعني بلانك تشيك بس يعني محمود عباس دايما رفض عسكرة الانتفاضة لأسباب كتير بديهية من وجهة نظره وأنا بوافق معه المقاومة السلمية برأيكي أنه لو عسكرة الانتفاضة تؤدي إلى قيام إسرائيلي بالتدمير الفلسطينيين أكثر وأكثر وبتهجيرهم فكان فيه كمان حتى في دول عربية لما كانت عم بتفكر بالتطبيع مع إسرائيل كانت عم بتطالب بحقوق للفلسطينيين من الإسرائيلية يعني كان هيدا في خضم الحكي السعودي تنقول بالذات كانوا عم بيحاولوا يأخدوا يعني 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 يقبضوا من الإسرائيليين حقوق للفلسطينيين كانوا جابرين هن وإلا ما في التطبيع يعني وهيدا كان مش مش مزبوط إنو كانوا مشيين للسعودية مثل مثلا الإمارات الإمارات لأ مشيت بطريقة عندها أسبابها بس السعودية ما كانت هيك كانوا بالعكس عم بيشتغلوا لحتى يأخدوا الحقوق بأقصى ما يمكن من الحقوق كبداية وكاستمرارية هلأ إنو يمكن فيهم يأخدوا أكتر إذا الإسرائيلي برجع تنكسر شوقته اللي لازم تنكسر شوقته بس ما فينا مش قادر العالم يفرض عليه إنو تنكسر شوقته وغير ما يخلص العملية العسكرية اللي هي اسمها إنو تخلص من البنية التحتية لحماس البنية التحتية لحماس مش من غزة نتبه يعني إنو قيادات الفلسطينية داخل غزة وخير وبالدنيا هون يعني 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 مثلاً بلك قطر بتاخد مع بعض القيادات بلك بيضلن بعض القيادات موجودة بها مين برأيك سيتولى غزة بعد الحرب؟ مفروض فلسطينيين يعني في نهاية المطاف أكيد مش الإسرائيلة وهذا موقف دولي حماس ما بيكون إلى دور في هذا الحكم هذا بين الفلسطينيين بس لحد هلا أنا على علمي بعد حماس ما قادر مش عم تحكي مع مع السلطة الفلسطينية يعني مع نظمة التحرير الفلسطينية ما هني كان عندهم فرصة ما هني كمان مشكلة بين الفلسطينيين بيضلوا منتخانقوا مع بعضهم وكمان يعني نرجع من الإسرائيل خلقت حماس لحتى تضلت تضعف السلطة الفلسطينية وهذا اللي صار هلأ يعني الفرصة كثير كثير مؤاتية للجماعة الضف الغربي للجماعة منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الفلسطينية لإعادة دراسة نفسهم وأخطاؤهم إعادة اختراع النفس ودراسة الأخطاء لقيادة جديدة الشابة بقى كانوا كلهم عم بيعجزوا بالكرسة يعني ثلاثة أرباعهم يعني كلمة عجوز بمعنى الفكرياً فكرياً مش بس جسدياً هلأ أبو مازل كمان كبير بالعمر الرئيسة محمود عباس بسرحة مش كلها الأد لازم يكون في تفكير بيمين بيكون الشخص المناسب لقيادات هلأ لقيادة الوضع الفلسطيني أنا ما عم بقول بإبعاد كامل لحماس بس حماس بدأت تقبل تتفاهم معهم يعني أنا ببارح كنت عم بتسمى على أحد القيادات بمنظمة التحرير عم بيقول لحد هلأ ما في تواصل يعني تصوري عم بحق من سبع أكتوبر من قبل سبع أكتوبر لحد هلأ كان واحد بيفترض أنه في شوية تفاهمات أو مصالحات فلسطينية فلسطينية ما في لي لأنه حماس مستمرة بأنه هي طريقة مضبوط والسلطة الفلسطينية بتقولون أنه أنتوا اللي عم بتعملوه مش بس شو كلف غزة شو فيش صاير بتضفة تمهي المستوطنين هيدولي يعني هيدا هيدا إسرائيل بلد مسألة كله يعني شو بقولوا كأنه جيش شعب مجيش هيدولي المستوطنين عم بعملوا قصص عم بينكلوا بالفلسطينيين عم بحاولوا يخلقوا وضع لحتى يقدروا بمجيبوا يبرروا إجراءات ضد الفلسطينيين لإقصائهم عن الضف الغربي إلى الأردن يا إختهدي يعني شغلة كبيرة هل سينرح الإسرائيلي بتهجير أهل غزة إلى سيناء إلى مصر وإلى الضفة الغربية يعني الضفة الغربية إلى الأردن هلأ في موقف دولي ضده أنه يعمل هالشي طبعا في موقف فلسطيني ضده عفوا مصري ضده نعم في تأكيد موقف كمان أردني ضده وأكيد موقف عرب بتضد هالشي بس مرات بتشوفي لما بكون فرد أمر واقع تلو الآخر ما الناس شو بقولوا الزاكرة أصيرة ضعيفة ما الناس بتنسى هلأ بتقولك آه الرأي العام العالمي تضده لإسرائيل آه بس خاطين ستة شهر تشوفي شو بيطلع منهم للرأي العام بيكون هيداك عاملة اللي ضرب ضرب هرب هرب شو بيقولوا أوكي يعني أنا هيدا لما صار 7 أكتوبر أول شي قلت يا لطيف شو رح يكون حجم الانتقام الإسرائيلي يعني أكيد بيعترف لك لن تقف هنا برأيك يعني عشرين ألف شهيد إذا ما قدر نقول بتاريخ الإجرام الإسرائيلي ليس كافيا لتنرد المعنويات لهذا الجيش اللي خسرهم بسبعة أكتوبر لا أنا مش عم بقول إن رد المعنويات لا لا هني من مش يتنظرون أنا مرأة بشرفك ما تخليني أقعد بيّن كأنه عم بفسرهم تدافع عنهم ما صرت قيلتلك ألف مرة إبادة وإجزء وجريمة وضد القانون الدولة ومش بس الجشع يعني يعني شي بيقرّف الطريقة اللي اللي عنده فيها هيدا الحرب ضد الأطفال فما تحطيني بموقف إجي قللك شو الإسرائيلي؟ بدو سألي إسرائيلي؟ ما شرحت لك قدمة فيي إنه أنا شو بي رأيي بدو؟ بدو التهجير القصري بدو ياخد غزة بدو ما بدو التعايش ما بدو السلام لو بدو السلام حقيقة إن كان إجا أول شي كمش أو يعني استلقى المبادرة اللي طلعت من قمة الرياض اللي هي كانوا يمكن عم بفكر فيها إلى أن حدث السبعة أكتوبر انتبهي ما فينا إحكم بشو هي مبادرة قمة الرياض؟ من قمة الرياض؟ طلع قرارات شو طنع؟ يعني كانت قمة عربية إسلامية طلعت قرارات إنه يا عم إن إحنا مستعدين نتعايش معكم يا إسرائيل بهذه الشروط عطوها شروط 1 2 3 لأول مرة حضرت إيران إيران وافقت على حل الدولتين أوكي؟ طلعت يعني طلعت آلية تشكلت آلية من وزراء مسلمين وعرب إنه للتواصل حتى للتقديم ما يسموها؟ الصفقة المتكاملة لإسرائيل تكون عنده سلام مع كل الدول العربية والإسلامية على الشرط أنها تأخذ طبعاً بالحقوق الفلسطينية فإذا بدّ إسرائيل تتعايش بسلام بهذه المنطقة بدّ تلقي طريقة أن تقبل بهذه المبادرة وتقبل بالتروحات العربية الإسلامية لأنه أكثر لأنه عادلة معها ومع الفلسطيني إذا بدّ تضل بمجال فقط الانتقام كعادتهم يعني بيشفتوا وبيحطوا بجيبتهم يعني بيفرضوا أمر واقع تلوي الأمر الواقع أي بعتقد أنه هن الخاسرين بنهاية المطاف بالآخر لأنه عقلية الحصار بيضلون عايشين فيها بس شو هالعيشة؟ شو هالعيشة؟ يعني إذا بدّون هيك إذا هيك اختاروا ما بعرف إذا ما بعرفش بيصير بالدني يمكن ما يصير شي بس بيكونوا فقدوا فرصة تاريخية أنه يتعايشوا مع العالم يعني يقرروا هلأ بعضهم عبيقلك أنه أنا صارت عيدة العملية اللي أنا مش ممكن أسكت عنها وعن قياداتها هلأ القيادات الحماسية بدّا متل ما قلتلك ما عبيتعاطوا مع قيادات السلطة الفلسطينية نعم بدّون هني بدّون يكون في طريقة لأنه هني مش ممكن أنه حماس ترجع تتحكم بغزة لحالم يمكن الأخذ لقوا طريقة يكونوا مع السلطة أنا اللي سمعتوا ولي كتبتوا حتى وعن معلومات أنه هني ببالهم مش بس بغزة ببالهم أنه هني عندهم قاعدة شعبية عم تزقفهم بالضفة وأنه هني بدهم بالضفة حماس بدهم بالضفة كيف هي؟ أخطر شي ترجع إسرائيل بدا تواجه حماس مارا شديدة بتهجرون أهل الضفة إلى الأردن سيدة راغدة متى سترفع الولايات المتحدة الأمريكية البطاقة الحمراء لإسرائيل وتجبرها على وقف الحرب نهائيا؟ ما فيها، ما فيها، ما فيها، فيها يعني في نهاية المطاف بين بعضهم بقولوا أول شي فيها علاقة التحالف علاقة التحالف وعلاقة نوعية بين الاثنين ثاني شي في الاعتبارات الانتخابية الرئاسية اللي جاية هلأ من مطلع السنة المقبل وفي الانتخابات دايماً اللوبي اليهود الإسرائيلي كثير 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 قوي ثالث شي يعني أنه عم يشتغلوا إدارة بايدن يعني أنا مني هلقدم كنت مغرومة بالرئيس بايدن بس فعلاً عم يشتغلوا منيح عن موضوع الردع يعني ردعوا الإيران إنها تتورت وتصير حرب موسعة وعن بيحكوا معهم بالمباشر وبغير المباشر وهلأ أنا معلوماتي كتبتها بالنهار العربي بمقاري الأسبوع اللي بيطلع كل نهار أحد إنه فعلاً إنه ضغطوا جد وملعوا إسرائيل صدوا الإسرائيل من تنفيذ الخطة اللي اعتمدوها الحكومة الإسرائيلية اعتمدت خطة عسكرية ضد لبنان يعني الشيء الوحيد اللي نجحت في أمريكا هو رد يمكن ردع وحيد مش وحيد شعر رفضي إنه عالقالي اللي نجحت بردع هذه الضربة اللي هتكون على لبنان عم أقولك أنا معلوماتي إنه أمريكيان يحط إجرب الأرض بشبعت الماضي وقال له للإسرائيلي لأ ما بتوسع حربك هلأ طبعاً هيدا لأنه يعني يعني نقال له حماس شيء ولبنان شيء هلأ طبعاً لو إنه مثلاً الإيراني كان هو عم بيحاول أخذ قرار إلو الحزب الله أنت عمول هلأ عمليات نوعية ضد إسرائيل ما فيه يوقف الأمر كان إسرائيلي في أنت كيف عم يشتغروا على اثنان مع اثنان بالنسبة لحزب الله هو كمان بده يقرر شو بده يعمل ما فيها تضلة هيك يعني مناوشات وتوسيع حلقة قواعد الاشتباك لأنه يمكن تفلت وهيدا الخطر الرئيس الإيراني لما كان بروسية عم بيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال له قال له نحنا إذا كان إذا إسرائيل شنت حرب على لبنان على حزب الله يعني من لبنان نحنا بنا نضطر ندخل كطرف مباشر بس نحنا ما راح نحفز حزب الله أنه يعمل عمليات تستدعي العمليات الإسرائيلية من هالنوع معناه هذا عمل ديبلوماسي دقيق وعم مستمر أمريكي يعني إدارة بايدر عم تبدل جهود كبيرة الحكومة الإيرانية كمان عم تبدل كمان يعني بتبين عن واعي ما بدت تتورط هي بحارب وما بدت تتوسع على الحرب التنسير الإقليمية لأن يعني بتصير إذا فاتوا إيران في الحرب الأمريكان بيردوا منصير بحارب إقليمية وعالمية بس بعدها فيه إشياء فلتاني الحوثيين التسوية راح تسبق هذه الحرب فيه فرص فيه فرصة ليكون فيه يعني بعد ما يكون فيه حدث كبير من هالنوع تبع سبع أكتوبر وما تلاه فيه احتمالات عامة من قولوا فيه لتكون التسوية الكبرى هيدر عم تسأليني عنه التسوية الكبرى أصدقان إيران وردي بس بدتوا قف حرب قبل يعني هلأ بعدنا بالمرحلة الانتقادية بعدنا ما دخلنا مرحلة التسويات لأنه الإسرائيلي بعده برأيه ما بيحتاج الوقت تخلص يعني بعده بيحتاج الوقت بعده ما خلص من وجهة نظره والأمريكان عم بيضغط عليه بس ما فيه يضغط عليه لدرجة أنه وقف الحرب يعني إحنا طبعا العالم كله انتقادون للأمريكان كيف لوحدكم بتكونوا ضد قرار يدعوا إلى وقف الحرب كمان محرجين الأمريكان بس مش عم بيقدر عليهم للإسرائيلية يعني الإسرائيلي مش مع إنه ابن المدلل الأمريكي ما عم بيرد عم بيقل له أنا ما فيه أنا ما فيه شعبي ما بيخليني غير ما يخلص فإذن بده وقت الظاهر موضوع التسوي بده وقت وبدك كمان تنتبه ما تفلت بمحلات تانية يعني اللي عم بيعاملون الحسيين بموضوع الملاحة بالبحر الأحمر كمان يعني إيران متهمة بإنه جزء منه هل هي فعلا جزء منه هل إيران عم تلعب اللعبتين عم تلعب من ناحية يعني الحكيمة إيران الحكيمة ذات الليوني اللي عم تتفهم اللي عم تتفهم أو يعني الإيران العقائدية اللي بتضل الأذرع تبعيتها إنه لازم تتصرف على كل حال هذا قرار كبير لإيران يمكن فيه خلاف إيراني إيراني مهم إنه بعدنا ما منعرف بعدنا بالمرحلة الانتقالية ولم نصل إلى مرحلة التسوية البعض قرأة في تصاريح بايدن الأخيرة إنه من الممكن إنه نكون اقتربنا من موعد نهاية الحرب إذا بدي أرى أذكر بالتصاريح إسرائيل تفقد دعم أمريكا لها بسبب قسفها العشوائي لغزة دعا إلى تغيير حكومة نتنياهو لأنها لا تريد حل الدولتين وقد أخفقت هذه الحكومة كثيرا وهناك تخوف جدي إن تفقد أمريكا المركز الأخلاقي المعروف فيه بالعالم من وراء البطاقة الخضراء التي رفعتها لإسرائيل صادق بايدن بهذه التصاريح أو بس مجرد حديث على الأحلام؟ لا لا صادق هو ونتنياهو علاقته الكثير سيئة صادق بس ما بيكفي يعني إنه زعل ونرفز وعيات ودان وقال له أنه أنت عم بتعرضلي يعني بايدن خايف على مستقبله السياسي بسبب التعنت الإسرائيلي بس هيداك نتنياهو عم بيلعب الورقة الانتخابية الأمريكيين بأنه بيعتبر من وجهة نظره أنه بيجي ترامب وبساعده أكتر يعني بساعده أكتر بمعنى ترامب لك حاسق هو حاسم وحازم وما بيتراده بالإيراني يعني بيقل لك إنه حماس إرهابية مثله مثل داعش حزب الله إرهابي مثله مثل أعرفته يعني بيحكوا بهذه الطريقة هنا طب هو جماعة ترامب فيمكن نتنياهو يفضل إنه ينتخب بين وزدوجين ترامب مش بايدن بس بايدن أكيد اللي قاله صادق فيه بس ما بيكفي بده ياخد قرارات صعبة إنه بده ياخد قرارات وقفوا يعطوا الإسرائيل إذا ضلت متعنتة بدهون يلازم يوقفوا يعطوها الأسلحة اللي عم تحتاجها بها الحرب هلأ الكونغرس بيقف بوجهون أو هنه عم بيعتوا عم بيعتوا أسلحة بدون الكونغرس حتى الحكي لحاله ما بيكفي إذا الولايات المتحدة ما استدركت بدأت تتورط وعن بيحكي أنا عن بايدن وعن ترامب وجماعة ترامب إنه بدانهم يقولولي إنه نحن ترامب ولا ممكن يورط أمريكا بحرب أنا بقول لهم أحيي إسرائيل بده تبردكن بحرب إذا ما عملتوا اللي لازم ينعمل يعني إسرائيل هي بده تورط الولايات المتحدة بحارب لأنه ما فيها لحالة وما بده تكون توصل لدرجة إنه يضعف الدعم الأمريكي إليها هل يمكن لإسرائيل أن تواجه ضربة استباقية لإيران ربما؟ لا بتسترجي ما بتسترجي هلأ ما بتسترجي لا لا يعني لإيران لا ولا حتى حاولوا من اللي كانوا عمدون يعملوا شيء بلبنان مش حطة متكاملة اعتمدوها مش إنه حكيوا فيها وضعوا خطة مفصلة لحرب على لبنان طبعا هي حرب على حزب الله أينما كان وكيفما كان وبأي ثمن كان وهني ألوى فالأمريكاني لحدها لا وقفوا عنا الحمد لله يعني أنجز هالشي بس إذا كان فيه من وجهة نظر الإسرائيلي استفزازات أو أخطأ ساعتها إيه بيعمل على استباقية ونص كيف قرأت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي ثاليفان إلى إسرائيل؟ دليل إنه أمريكا نفذ صبرة خلاص؟ لا دليل إنه أمريكا عم بتحاول تثبط الأمور حتى ما تصير في حرب إقليمية قلتلك ضمن من الأشياء موضوع لبنان من الأشياء الثاني إنه عم بيعرضوا يعني إنه الرئيس الأمريكي مضبوط تطفح الكلمة لأنه أخلاقيا صعبة على أمريكا تكون بهذا الموقف يعني اللي عم بيعاملو مع المدنيين ما في ضمير بيقبلوا يعني بايدن أكيد هو شخصيا متضايق بس بده كمان ياخد القرارات السياسية بده يمكن بنا نفهم إنه عنده اعتبارات انتخابية بس أنا برأيي إذا ما عمل شيء إذا الأمريكان ما عملوا شيء قاسي مع الإسرائيلي توقفوه وتقولوا له هاي دي فرصتك تتعمل سلام ونحنا نحنا ضد السياسي اللي عم بتعتمدها إن كانت من التهجير إلى رفض حل الدولة ونحن يقولوا له هاي دا يمكن ساليفون أكيد رح قال له كيف انت تضد حل الدولة تاني نحنا ما فينا بس لأي درجة في يفرض ما تنسي قداش قاوي اللعبة الإسرائيلي واليهودي بكل أنحاء العالم وما تنسي إنه هاي دي حكومة حرب وفوض شعبيا يعني فيهم يقولوا نحنا ما في شيء بأزيون غير المساعدات وقفوا المساعدات عندهم عقوبات اللي خلي تفضلوا الأوروبيين بدل ما يضلوا بس يحكوا يعملوا عقوبات لأنه فيهم بيقدروا يعملوا عقوبات فيهم يفكوا الارتباط بعدة محلات والعرب عم بيشتغلوا مع الإسلمين هلأ عم بيروحوا ويجوا عم بيروحوا ويجوا وعم بيقدموا يعني عم بيحاولوا يأنعوا الأوروبيين بالعمل نحو حل سلمي إذا لأ ما منعرش بيصير إنتر درجة أحكي عن مبدأ حل الدولتين من الصعب جدا إنه يصير إنه يقبل الطرفاء يعني طرفان نزاع بهذا الحل لماذا بالعكس شو طرفان نزاع؟ بلعكس ما هو السلطة الفلسطينية تؤمن بحل الدولتين حمس لا تؤمن بحل الدولتين هلأ هي عم بتقول أنا يمكن قبل أدخل طرف بالسلطة الفلسطينية بيلمحوا بين الحين والآخر إنه يمكن يقبلوا بحل الدولتين بغيروا رأيهم جد ما بغيروا رأيهم جد ما بعرف حكيه معهم حكيه مع قياداتهم بس إنه لا بالعكس السلطة الفلسطينية ملتزمة عالميا دوليا بكل المواثيق بكل المحافر بحل الدولتين أوسلو اللي هي بمجبها وراحت السلطة الفلسطينية على الدفة الغربية ووضعت وجود فلسطيني هو عبارة عن حل الدولتين الإسرائيلي هو اللي ما كانت جدّة بالموضوع هلأ قديش العالم رح يفرض على إسرائيل حل الدولتين؟ هيدا الاختبار الكبير لأنه إذا ما فرضوا عليهم طيب شو يعني معنات عم بيعطوهم الأوكي طي هجروا قصراً طي يدمروا حتى يحتلوا وياخدوا غزة وبعضها مين بيعانوا؟ وإذا فرضوا عليهم حل الدولتين ممكن يكون الانفجار الكبير إنه تكون هي فتيلة للانفجار الكبير عفوا لحظة إذا فرضوا عليهم حمل الدولتين يعني إذا هي حكومة نتنياهو لا تقبل بحل الدولتين يعني إذا ضلت معندي إنه ما بدنا حلق الدولتين ممكن هيك تفلت ويعني تفتح الجبهة صوب لبنان تقوي حربة مابعد خلاص قلتلك قدمة فيي بالعكس حل الدولتين هو للسلم للتعايش مش لتفلت بالعكس هو حل الدولتين إنه تتعايش دولة فلسطين مع دولة إسرائيل والعالم بيزقف بيكون علاقات تطبيعية كل الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل والعالم كله بيقل أبرابو خرصة الحرب بيكون تسوية بتكون حتى لربما تسوية تطبيع عربي إسلامي مع إسرائيل بما فيه لربما حتى ما بين إيران وإسرائيل لأنه إيران بتقول كانت على كل حال علاقة تهدنية طوال عمرة بين إسرائيل وإيران وإيران دائما كان بتقول إنه هي بدل حقوق الفلسطينية فإذا في دولة فلسطينية مستقلة يمكن إيران كمان تقول إنه خلص أنا كمان غيرت رأيي عن المقاومة والأذروا على المقاومة وإلى آخره أما إذا لا تنشوف لأنه ساعتها بعدنا بالخطر لتلك نحنا بعدنا بالمرحلة الانتقالية تنشوف شو بدي يصير شو بيصير شو تعتمد على الأخطاء وعلى السياسات الخاطئة على التكتيك الإجراءات التكتيكية وعلى القرارات الاستراتيجية بعدنا بمرحلة الخطر ما طلعنا ما انتهت بعدنا إنه كتير معطا أنا بعرف إنه فيه شغل كتير 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 قوي على إنه يكون فيه يعني إدارة فلسطينية لضف لغزة حتى ما تفرض إسرائيل نفسها كأمر واقع وحتى كوش بدء التفاهمات والآخرين حماس عرقلي إسرائيل عرقلي تنشو شو بيصير إلى الجنوب اللبناني كيف قرأت مقاومة حزب الله في الجنوب؟ هل فعلا كانت جبهة مساندة لغزة ونصرة لأهل غزة كما قال السيد حسن نصر الله؟ هو هيك برأيه أنا ما إلي حق إنه أقول إنه هو رأيه إذا هيك بيعتقد هيدا رأيه أما إنه أنا برأيه إنه لأ ما ألهت تولد الجيش الإسرائيلي عند الحدود؟ إحنا لازم يكون بلدنا مش يجي يعمل إنه حولت الأنظار عن أو حولت الكوة العسكرية عن غزة بس عرضت بلدي للانتقام عمقلك كانت في خطة إسرائيلية متكاملة لا ترد على السيد حسن نصر الله بدك تضلك مكمل هيك إنه خوضش بدي أعمل ببلدك بس كل الشعب اللبنانية ما بدل حرب بما في القاعدة الشعبية معظم القاعدة الشعبية يمكن ما إلي حق أحكي أنا مش قاعدة شعبية أنا مسؤولة عنها بالجنوب بس آي هذه الجنوب ما بدل حرب كمان بس وبعدين ما فيك يعني تضلك تعمل حرب استنزاف من هالنوع وما تفلت أنا برأيي إنه إذا السيد حسن نصر الله قيادة حزب الله لازم كمان تعيد النظر وتقرر الشي لازم يكون 1700 واحد قرار دولي ملتزمين فيها نحنا كدولة كبلد تنفيذ 1700 واحد واجب وطني مش إنه خلص ما نغيره ليلا لأنه بدنا نغير بدنا نموه للإسرائيلي حتى نلهي حتى مايروح على غزة لا عيني لا عم تقوله تعالى عندي لأ في عندنا التزامات دولية 1700 واحد لازم يكون فيه التزام فيها نحنا نحنا موقعين كبلد كدولة كبلد مستقل على هالشي في عنا بعدين اتفاقية الحدود البحرية كمان ملتزمين فيها وفي قرار من تهران إنه لأ ما بدنا نتورط طيب لكنت شو؟ البعض شكر يا حزب الله إنه ما ورط لبنان في عدين الحرب أنا من الناس اللي قلت أنا هالحكم يعني إنه كان تصرف حكيم إلى أن زدوا شوي غيروا الحكمي صفوا توسيع إنه حرك ما اسمها؟ مساحة قواعد الاختباك وإلى آخر هادي فيه خطر بعدين استماح للفصائر الفلسطينية كمان إنه دعماً إلهم يحكم يجو من جنوب لبنان لأ عيني لأ لأ سوريا هيدا منو حماية للبلد البعض شكر أنا بالعكس أنا كتبت إنه مدحت بحكمة القيادة الإيرانية وحكيت على التلفزيونة بحكمة القيادة بحزب الله أنه ما تسرع إلى التورط بحرب وعني استدعاء انتقامات إسرائيلة بس وصلنا على الخطر من جمعتين من عشرة أيام كنا بخطر لأنه توسعته لأنه غلط صارت دور الرجاج اللبناني فيه لازم يكون أساسي قال الرئيس ميقاتي إنه قرار السلم والحرب ليس بيد الدولة اللبنانية ليش حتى إذا ما تكون هيدا كواقع مش كمطلب أنا متأكدة مش إنه إيلها حتى يقول إنه يجب أن تكون خارج لا أكيد يعني ما بدي كمان مني ناطقة بإسم الرئيس ميقاتي بس أنا أكيد ما قال لك إنه القرار هيدا ليس في يد الدولة والجيش على أساس إنه مش لازم تكون بيد القيادة عم بيقول لك إنه عم بيقول لك الله غالب عم بتشكة مش عم بي عم ينقل الواقع إنه ما إنه بيدنا القرار ضروري يكون قرار الحرب والسلم بيد الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية والسيادة اللبنانية والوطن مش بطريق فريق مش بيد فريق لا أكيد لا مهما كان يعتبر نفسه يعني وطني ما زايد على بعضنا وطنياً نحنا يعني بإسم المقاومة بدي يجيب فصائل الفلسطينية تشتغل من جنوب لبنان وتورد بلد متل ما هو بيقدينا نحن نستار فينا بلد منهار بلد منهار بلد منهار بلد منهار بلد منهار بلد منهار بلد شعبك هيدا اذا في سين هل منهار ها هو راح نفيدن مرح نفيدن اذا ابدا يفيدن إظا بده عيران تفيدن فيها تبعت لو أنه إيران بده تحارب إسرائيل كانت فيها تتبعات عندما يكفي من قدرات تتحاربها مباشرة وتروح تساعد حماس بغزة ألا ما أخدت هذا القرار بالعكس قالتلن ما تفضلوا تفضلوا حيش بقى تقولوا نحنا أنتوا وينكن قالت لهم على مستوى المستكر رايته الله خامنئي قال لهم اجتماع معهم القيادة الأحد القادر بحمس قال لهم خلاص حيش بقى تستدعونا وتمتلمونا وتقولوا وينكن خي انت بلشت الحرب انت 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 هايدي حربك ليش لحطة حزب الله يقول لا اخيدي حربي بدي ورد بلدي فيها إذا بدنا نستمر بالشكر حزب الله بدنا نستمر هو بي انه مش يستمر بده يغير اللي صار اخر جمعتان ثلاثة ولازم يقبل بتنفيذ القرار 1701 وتفقية ترسيم الحدود البحرية لانه هايدي وجبات بلدنا اما انه يدعم حماس من الجنوب اللبناني اذا اندلعت الحرب بلبنان لا سمح الله بتكون تدعيتها بعد اسوأ من حرب تموز لألفين وستة هي اكيد ما هن تعهدوا ما فرجونا كيف عم بيسحقوا ما شفنا شا عم بيعملوا ما شفنا جرمهم ما شفنا نوعية ما شفنا نوعيتهم اللي عملوا بغزة رح يعملوا بلبيانا واكتر قالوا لنا رفعوا العطب قالوا لنا وحاضرين مش عم بكررلك فيها الخطة موجودة مش رح تنتهي بس بجنوب يعني اذا كان فيه انفاق لحزب الله مثلا بلبنان هن كمان حكيين حكيين عنا حكيين تتذكري هيدا نتنياه ونفسه كاي بجمعية العامة وقال بالقم المتحدة وقال وين انفاق تحت المطار ومدرشوش عرف لي اذا كزيب اهودا تنمرو كزيب بس انو حكومة حرب وعندن كل القصص وناويين ما يرحمونا ما يرحمونا وين ما كان فيه اي قدرات بالقم بقاع بالجنوب ببيروت بالضاحية بش معرفني وين غير اي فخافوا خافوا كتير لازم نتخاف ونخاف كتير لأنهم شفنا شفنا شب يعملون عندهم عملية تدمير ما نقول انه هون احنا قدرين اكتر واكتر ما ناقدرين اكتر واكتر الاسلحة اللي عندهم النوعية حتى حزب الله ما طوى الاسلحته حتى ايران حتى ايران اكتشفت بحرب البعض ما امدت بالسيارات وبساعدة روسيا باوكرانيا اكتشفت محدودية الاسلحة اللي عندها وصواريخه وكزا وحزب الله انه اكيد مش مستقلة عن القدرات الايرانية شو بدك تحكي شي بيبسط ولا ما نضلها هيك قبل الختام بتحب تدوى على شي معين؟ انه ما بدي اختم بس انه بالخوف والتخويف ما بحب يكون اعطينا رسالة امل للمشاهدين في ظل كل هذه العتمل من عيشة انا بالعكس انا بالعكس كتبت انه برش عبدك بتمنى على المشاهدين وانه في عندي انا بالنهار العربي بتروح على الموقع هو في مقالات وفي مقالاتي وبتقري المقالات كل ما بديه ربع ساعة تخلي فنجان قهوة بتقري لانه كل واحد بيختلف عن التاني لا بكرر ولا بيشتر وفي كتير كتير معلومات وبتلاقي انه انا كان في فترة من المعينة انه كنت كتير متفائلة بهايدي الصفقة الكبرى التسوية اللي حكيتي عنا انت بعدني بعدني بشوف انه بعد هيك حدث كبير وبعد هيك حرب مدمرة في احتمال للصفقة الكبرى انا كتير كنت متفائلة ما بعد قمة الرياض خصوصي بتواجد ايران فيها وشايفة كمان في اداء ايراني مختلف في الدبلوميسية النعمة في يعني ما بعرف اذا كان في تحول جذري بالعقيدة الايرانية بعيدا عن عقيدة يعني الجمهورية الاسلامية الايرانية هي بالاذرع والقوات غير النظمية ببلدين العالم البلدين العربية اللي بتشتغل نيابة عن ايران اللي هي مرجعيتها ايران حزب الله حشد الشعب الحوثي يعني مرجعيتهم الطهران مش بيروت ولا العراق هلا تنشوف اذا هيدا التغيير جذري عقاديا او انا بدي اتمنى حتى اذا ما كان طبعا بتمنى التغيير يكون جذري بس اذا لا حتى بتمنى اذا كان شوي بشوي يعني انه اذا كان اداء حكيم ومعتدل بيخدنا على مرحلة جديدة بتمنى وبشجعوا انا بتطلع بالمنطقة القليج العربي بقول نيالهم نيالهم عندهم القيادات عم بتخليهم يحلموا عم بيعملوا برامج انمائية بيحكوا بكوب 28 بيحكوا بالتغيير المناخي بشكل رائع بيحكوا برؤية اللي عم بيعملوه لبكرة اكيد الفرد الايراني الشاب والصبية الايرانية بتطلعوا حواليا بيقولوا هني هني يحلموا انا لا اكيد يعني القيادة الايرانية عم بتفكر بهذا الشي ياريت فيه تفكير عنا نحنا بهذا الشي كمان هون بلبنان لانه حقيقة يعني بالليفاند بالمشرق العربي فيه تدهور مرعب بينما كنا نحنا منارة هلأ نحنا صرنا بالعمق بالعمق بالانهيار بدي اتأمل انه نكون وعيين ونغار بطريقة ايجابية من الشعب الخليجي اللي عنده حق يحلم وفي الصبح ولاي الامور عم تتنفس ما نضلنا نازلين بهوة الفساد والكراهية ولأ طبعا عندي امل انه يكون في صفقة كبيرة ونتعايش كل ايتنا بالمنطقة فيها بما فيها طبعا مع ايران وتتخلق ايران عن فكرة الاذرع طبعيتها ده نصير نحنا عالم طبيعي يعني تصير حزب الله جزء من الكيانات السياسية الطبيعية في لبنان مش بسلاحه مستقل عن الجيش باسم المقاومة او بيتوجهها حول بقية الشعب اذا كان في الزوم او دعما للتصائر الفلسطينية اللي يمكن فيه ناس بده تخرب البرد من جوا يعني بدي اقول انه في امن بس بنا نشتغل نحنا كمان بنا نثقف نفسنا على اللي عم بيصير بنا نتابع بتفاصيل اللي عم بيصير وبنا نحاسب يعني انه هالفساد اللي استعر ببلدنا بالزعماء اللي كل واحد بفكر حاله انه هو ويشو صاحب الولي ولي الامر اللي عطاقفته لدائرته لكذا خلاص نكبر خلينا يعني لاتس كرو اب بيقوله خلينا نكبر ونتحمل المسؤولية كليتنا ما نقول بس نحنا نحنا شعب ما خصنا مبلا خصنا ونص ما نقول انه ما في بلياد حيلي مبلا بلياد حيلي ونص ما نقول نحنا شعب نحب البس بس نحنا هده هده قبتنا غيرنا بحب البسط فخلينا نطالب ونرفع صوتنا ونقول لما في غلط نقول هده غلط ولما يكون في شي بمصلحة بلدنا نوحد صوتنا ونقول لا ما بنا ما بنا نتورط بحرب هلأ نحنا ما بنا نتورط بحرب لا نستدعيها إلنا ولا نقع في فز الاستدعاء والاستفزاز الإسرائيلي اللي توقعنا فيها وكل عام انتوا بخير وإن شاء الله تكون سنت خير عليكم جميعا شكرا كمان على حضرتك وشكرا على استضافة رئيسة مؤسسة بيروت إنستيوت الأعلمية راغدة درغامدة أشكرك على هذا اللقاء شكرا لك متابعي سبوتشا تايك مكونوا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة